قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه سيقترح على البرلمان الاعتراف بدولة فلسطينية وشدد سانشيز على أن إسبانيا تطالب باحترام القانون الدولي من إسرائيل وبإنهاء العنف وبوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة سأقترح على البرلمان الاعتراف بالدولة الفلسطينية هكذا أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي أوضح أنه سيدعى البرلمان لتصويت لصالح اعتراف مدريد بالدولة الفلسطينية بحلول نهاية ولايته في العام 2027 وخلال فعالية نظمها الحزب الاشتراكية أكد رئيس الوزراء الإسباني أن مبادرته تأتي انطلاقا من قناعة أخلاقية ومن أجل قضية عادلة وأيضا على اعتبار أنها هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها لدولتين العيش بسلام وأمان وقد سبقه أن أعرب سانشيز الذي أعيد انتخابه في نوبمبر 2023 عن رغبته في اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية بدون أن يحدد موعدا لذلك وتعد إسبانيا من بين دول الاتحاد الأوروبي الأشد انتقادا للاحتلال الإسرائيلية منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر الماضي وتوترت العلاقات بين إسرائيل وإسبانيا على خلفية موقف مدريد حيال تلك الحرب وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استدعى سفيره لدى مدريد في نوبمبر الماضي بعدما شكك سانشيز في شرعية الحرب الإسرائيلية في غزة بينما عادت السفيرة من جديد في يناير الماضي في غدون ذلك قال وزير خارجية إسبانيا إن مدريد ستقدم مساعدات إضافية بقيمة 20 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتزغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا حيث سيضاف ذلك المبلغ إلى 3.5 مليون يورو تعهدت بها إسبانيا بالفعل في فبراير الماضي الخارجية الإسبانية أكدت أن التمويل الجديد يهدف إلى دعم الوكالة في عمليها الإنسانية في غزة وتلبية الاحتياجات الغدائية وتعليمية والصحية للفلسطينيين